طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وقى كرة الطائرة رجال الحقيقة ماشيين بشكل جيد جدا الحمد لله فوز الفوز على نادي زمالك في ميتة عقبة في صالة الكابتن عبد الرحمن فوزي كان لها أثار بيدة جدا الثقة والأداء والاستابيلتي وعودة الروح عارف انت لما تكون بتلعب مباريات يعني مش بالقوة بمكان بتبقى بيجي حالة ملل شوية ولكن لما بتلعب مباريات قوية زي ما بتقول بتدب بالروح تاني في جسد الفريق النهاردة الفريق كان بيلعب من يومين مع استرين كامباني او الشرقية الدخان في الدولة وستطاع ان هم يفوزوا تلاتة واحد في مباراة الحقيقة يعني قدموا فيها عرض جيد جدا سواء اللاعبين المصريين طبعا على قصوم الاسطورتين الكبيرة عبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح وكل اللاعبين وايضا النتيجة خلصت تلاتة صفر او تلاتة بدون تلاتة يعني ما فيش رطل يعني الحمد لله كان النتيجة ماشية بشكل جيد هنلعب يحسموها يوم السبت بإذن الله وازمالك يوم الثلات القادم على صالة عبدالله الفصل امير عبدالله الفصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق كرة الطائرة بالمناسبة المشوار مازال بدري جدا مشوار طويل للكرة الطائرة لسه الدور ده وبعد كده دوري ترتيبي وبعد ترتيبي ده وبعد كده هيبقى فيه دوري ترتيبي وبعد الدوري الترتيبي هيبقى فيه الدوري الاقصائي لسه المشوار طويل لسه فيه بطولة عربية هتبقى في القاهرة لسه فيه بطولة أفريقية أيضا لسه فيه أيضا دوري كأس مشوار طويل للكرة الطائرة خاصة ان اتحاد الكرة الطائرة تعمد انا بقول تعمد وعارف تعمد ليه ان هو اخر الدوري ابتدى في نوفمبر على ما اتذكر يعني فهو كان متعمد انه يتأخر طبعا وحضراتكم وما بقاش خافي على حد ليه بيتأخر الدوري ومصلحة مين ولكن احنا مش بصدد ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع دلوقتي ولكن كان فيه تعمد لتأخير الدوري اللعبة الجماعية اخر لعبة ابتدت الدوري وما كانش فيه اي اشتراكات للمنتخب ولا كان فيه اي حاجة تعطى السلة ابتدت ولعبت بطلطين ما كانش تعمد ابتدى الكرة اليد ابتدوا لعبوا بطلطين ولعبوا افريقيا وكان لسه هما ما ابتدوش وزي ما بقول لحضراتكم لا يخفى على احد ليه بيتأخر الدوري تأخر الدوري وخلينا يعني عشان الموضوع المحترفين وانضمامهم وانهم يخلصوا في الدوريات اللي برا وينضموا الموضوع ما بقاش خافي على حد ما كناش نتمنى نقول كده ولكن دي الحقيقة نتمنى اتحاد الكرة الطائرة يرجع قراته في هذا الشأن وتبقى المنافسة يعني فيرعة كله وتبقى الدنيا ماشية بمصطرة واحدة اشتركوا في القناة captures